وفي الولايات المتحدة وافق مجلس النواب على مشروع قانون يمهد الطريقة لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل وقر مجلس النواب نسخة توفقية من قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 350 صوتا مقابل 80 وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلاثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ بزيادة قيمتها 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها رئيس جو بايدن وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل قانون الدفاع الوطني لعام 2023 يتضمن الزيادة بنسبة 4.6% في رواتب الجنود وسط ارتفاع معدلات التضخم في البلاد مشروع الميزانية الذي يسعى الكونغرس لإقراره ينص أيضا على رصد 800 مليون دولار على الأقل لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن أيما يزيد ب500 مليون دولار عن طلب البيت الأبيض الوثيقة تنص كذلك على تخصيص 6 مليارات دولار لمبادرة احتوائد في أوروبا موجهة ضد روسيا كما تعتزم الولايات المتحدة تخصيص 11.5 مليار دولار للردع الدفاعي في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهاتئ في أوروبا كشفت وكالة الدفاع الأوروبية تجاوز الإنفاق الدفاعي الأوروبي للمرة الأولى 200 مليار يورو العام الماضي وذكرت الوكالة أن الإنفاق ارتفع 6% عن عام 2020 مسجلا أقوى نمو منذ بدأة المنطقة زيادة الإنفاق العسكري قبل سبعة أعوام بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي من نفاذ مخزونات أوروبا من الأسلحة نتيجة نقص الاستثمار مشيرا إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد أعتقد أن الأولى الأولى التي يجب أن أعطيك أن أعطيك أن أعطيك كيفية الأوروبية تستمتعون على دفاعات المنطقة وما تستمتعون على دفاعات المنطقة وعندما تستمتعون على دفاعات المنطقة وإنفاق الدفاعي الأوروبي في عام 2021 بلغ 214 مليار يورو وهو ما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في وكالة الدفاع الأوروبية الـ 26 وقد ارتفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي للعام الماضي عن عام 2020 بنحو 6% مستجلا بذلك أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة إنفاقها العسكري في 2015 وبحسب وكالة الدفاع الأوروبية زادت 18 دولة عضوا من إنفاقها العسكري في 2021 وقد زادت 6 دول إنفاقها بنسبة 10% وأكثر إيطاليا جاءت في المركز الأول بحجم إنفاق بلغ أكثر من 4 مليارات يورو في حين زادت فنلندا من إنفاقها الدفاعي بنسبة 42% واليونان بـ 33% و 27% في سلوفينيا ومع ذلك خفضت 8 دول أعضاء إنفاقها وبلغ أكبر خفض في الإنفاق العسكري 15% وارتفع إنفاق الدول الأعضاء بالوكالة على المشتريات الدفاعية المشتركة بنحو 16% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بإجمالي 52 مليار يورو وفي العام الماضي أيضا خصصت الدول الأعضاء مبلغا قياسيا قدره 7.9 مليار يورو لمشاريع شراء المعدات الدفاعية التعاونية الأوروبية وبلغ الإنفاق على الأبحاث والتكنولوجيا الدفاعية 3.6 مليار يورو في 2021 وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 41% مقارنة بعام 2020